الثاني يمكن دلوقتي السوشيال ميديا هي الأقرب ما بين المطرب أو الفنان وجمهوره علاقة جيه بالسوشيال ميديا وإزاي بتتبع ردود الفعل للجمهور عليها أنا صراحة مشواري على مصر من وراء ردود الفعل على السوشيال ميديا قد ما شفت ردود فعل من مصريين لحقوا الأغاني وعلقوا كومانس وعلى الإنستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب فحسيت أنه مبسطت أنه لقدي حبه للشغل ومشنك جيت على مصر لكي عندي اجتماع بس أنه حبيت إجي كمانا هيك طل على المشاهدين المصريين تأحكي أكتر عن الأغاني أنا عرفت تسريبات كده أن في حفلة قريب في الأوبرا بركي مش بالأوبرا بس بالمهرجان هالصيفية بس عم إيه ما بتنسيق مع دار الأوبرا صح طيب ممكن بما أن أنت موجودة هستغلك وأسألك أنا عارف أن فيه أغنية بالمصري مش هسألك مش هخش في تفاصيل أكتر من كده هي هتقوله أحدا يعني قلت شفاية التفاصيل يعني مش مش هنقول أسرار قوي هي أغنية باللهجة المصرية كمان كلماته ألحان توني كرم لأنه عم نشتغل نحن على ألبوم كامل وحبينا أنه يكون فيه أغنية باللغة المصرية موضوع رومانسي بس موضوع معين مهضوم يعني شوية مختلف كمان بس إيجابة مهضوم فأنا كتير متشوقع أنه بلش أشتغل على الأغنية هلأ عم فيه أغنية جديدة رح تنزل إن شاء الله من هلا لآخر الشهر بس باللهجة اللبنانية وفرحة مثل هذه آخر رح تسمعنيها وإن شاء الله الأغنية المصرية بركة من بعض رمضان